اشتركوا في القناة افهم حيثيات هذا التوقع ننتقل بكم لخراج طبقات الجوي كافة نبدأ من ارتفاع 5 كم فوق سطح البحر وتحديدا عند طبقة 500 ميلي بار والتي يظهر فيها كما تلاحظون على الخرائط فإن كتلا هوائية باردة نسبيا إلى معتدلية بدأت بالتوجه باتجاه مناطق بلاد الشام فاسحة للمجال أمام مرتفع جويا شبه مداريا علوي لسيطرة على أجزاء واسعة من بلاد الشام و بلاد الرافضين و شمال الجزيرة العربية من المتوقع أن يقتحم هذا المرتفع الجوي شبه مداريا علوي مع كتلته الهوائية الحارة جدا مناطق بلاد الشام منتصف الأسبوع و يسيطر عليها بأيام ذرة هي الاثنين و الثلاثة والأربعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة كما تلاحظون على الخريطة فإنه هنا في منتصف الأسبوع يسيطر على أجزاء واسعة من تركيا و يكون مركزه بلاد الشام مع شمال الجزيرة العربية و كتلته الهوائية الحارة تكون مستقرة على هذه المناطق بدرجات حرارة أعلى من المعدل إن حركة الرياح أو حركة الكتل الهوائية المعتدلة والباردة نسبيا باتجاه الشمال تفسح المجال لأن تكون سيطرة هذا المرتفع الجوي شبه المداري طويلة زمنيا فقد يسيطر على المنطقة مع موجة الحارة المرافقة له حتى عشرة أيام قادمة كما نلاحظ أيضا فإنها مع نهاية الأسبوع تبدأ كتل هوائية رطبة و معتدلة بالتوجه باتجاه مناطق جزيرة كريت و قبرص لتبدأ مع نهاية الأسبوع درجات الحرارة بالانكسار قليلا و من المتوقع أن تزول موجة الحرق القادمة بذن الله تعالى مطلع الأسبوع القادم ننتقل إلى سطح البحر لنعرف كيف ستفعل أنظمة جوية سطحية مع هذا المرتفع الجوي شبه المداري كما تلاحظون فإن مخفضا جويا سطحيا حراريا يسيطر على أجزاء واسعة من جنوب وجنوب شرق الجزيرة العربية مندمج مع مخفض الهند الموسمي نلاحظ أن المخفض الهند الموسمي مع المخفضات الجوية سطحية الحرارية سيكون تأثيرهما ضعيفا وهذا من لطف الله تعالى في المنطقة حيث أن موجة الحرق القادمة ستكون بقيادة المرتفع الجوي شبه المداري العلوي فقط دون مساهمة من مخفض الهند الموسمي لذا فإن درجات الحرار ستكون عالية ولكن لن تصل لتصنيف موجة حر شديدة على المنطقة كما تلاحظون فإن هذا المخفض يبقى مسيطر على أجزاء واسعة من جنوب وجنوب شرق الجزيرة العربية دون أن يمتد ويتعمق باتجاه مناطق بلاد الشام مفسحا المجال لقيادة موجة الحر من قبل المرتفع الجوي شبه المداري العلوي فقط وكما أشرت هذا يمنح درجات الحرارة أن تكون عالية ولكن ليست عالية جدا بإذن الله تعالى بناء على هذا التحليل الضورات الغلاف الجوي نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقس الأسبوع الجاري صيفيا حارا جدا إلى شديد الحرارة على عموم مناطق دمشقى وكذلك الأمر على درعة ثم يتحول إلى حر مطلع الأسبوع القادم حيث تحافظ درجات الحرارة على مستوى بداية الأربعينات ثم يطرأ عليه نهاية الأسبوع انخفاض طفيف وبسيط مع حركة رياح ضعيفة نسبيا تزيد الشعور بالحر أما السويداء والقنيطرة فيكون تقسهما أيضا صيفيا حارا بوضوح مع درجات حرارة في أواخر الثلاثينات تنخفض مطلع الأسبوع القادم إلى مستوى منتصف الثلاثينات تزامنا مع حركة رياح متوسطة السرعة عموما ونشير إلى أن تأثيرات موجة الحر على الجنوب قد تكون على مناطق درعة والقنيطرة شديدة بفعل مؤشر الرطوبة الجوية التي توقع أن يرتفع بعض منتصف الأسبوع مساهما باتشار لبعض الصحب المتفرقة ورافعا درجة الحرارة المحسوسة أيضا والله تعالى أعلى وأعلم بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع بإذن الله أن تكون الأجواء كما في باقي المناطق أيضا صيفية مشمسة حارة جدا طيلة أيام الأسبوع الجاري على عمو مناطق القامشلية والحسكة مع الرقة وحتى مناطق دير الزور تتحول إلى حارة نهاية الأسبوع هذا ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة قيما تترنح بين بداية الأربعينات ومنتصفها مع بقاء حركة الرياح متوسطة نسبيا لتزيد الشعور بالحر أما قيم الرطوبة الجوية فتبقى ضمن معدلاتها محافظة على درجات الحرارة المحسوسة قريبة من المسجلة والله أعلم فيما يتعلق بطقس المناطق الشمالية الغربية والساحلية وعموم مناطق الوسط يكون الطقس مشمسا حارا جدا مع نشاط طفيفة في حركة الرياح الغربية على عمو مناطق إدلبة وحلبة مع حماتة وحمص حيث تشير التوقعات إلى اقتحام درجات الحرارة حاجز الأربعين منتصف الأسبوع أما السواحل فمن المتوقع أن تشهد أجواء خانقة مرهقة جدا على الرغم من أن درجات الحرارة لن تتجاوز 30 درجة مئوية وذلك عائد لقيم الرطوبة العالية التي تدفع بدرجات الحرارة المحسوسة حتى نهاية الثلاثينات كل ذلك بفعلي تأثير كتلة هوائية حارة من المحور الجنوبي الشرقي لبلاد لكن ومع نهاية الأسبوع الجاري تبدأ تأثيرات المنظومة الجوية الحارة بالتراجع لتعود درجات الحرارة وتنخفض الضرام من جديد وتحسن من سرعة حركة الرياح الغربية التي تجعل التقصي تحول إلى حار جدا ومن ثم حار بمشيئة الله تعالى ننتقل الآن إلى تفاصيل تقصي إدلبا وحلبا وعموم مناطق الداخلية خلال قادم الأيام الأحد تكون الأجواء مشمسة وحارة جدا حيث ترتفع درجات الحرارة لتلامس 40 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 19 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعة ضعيفة نسبيا لتلامس 20 كم في الساعة مما يزيد من حرارة الأجواء الاثنين تقص مشمس وحار جدا تحافظ درجات الحرارة على قيمها العالية لتلامس 41 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 21 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات ضعيفة نسبيا لتلامس 20 كم في الساعة الثلاثاء يستمر التقص حارا جدا تسجل درجات الحرارة قيمها عالية لتلامس 41 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 21 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات ضعيفة نسبيا لتلامس 20 كم في الساعة الأربعاء تبقى الأجواء صيفية شديدة الحرارة تحافظ درجات الحرارة على قيمها المرتفعة لتلامس أيضا 41 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلة 22 درجة مئوية تهب الريع الغربية بسرعة ضعيفة نسبيا لتلامس 20 كم في الساعة الخميس يطرأ خفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن يبقى الطقس حارا بوضوح حيث تلامس درجات الحرارة 39 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 21 درجة مئوية في حنتهب الريع الغربية بسرعات ضعيفة عند 20 كم في الساعة الجمعة يستمر الطقس مشمسا وحارا بشكل ملموس تشهد درجات الحرارة خفاضا جديدا لتلامس 38 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 21 درجة مئوية تهب الريع الغربية بسرعات ضعيفة نسبيا عند 20 كم في الساعة الساب تنكسر حدة الحر لكي يبقى الطقس حارا إلى حر بوضوح تسجل درجات حرارة خفاضا طفيفا لتلامس 37 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 21 درجة مئوية في حين تهب الرياح الغربية بسرعات متوسطة نسبيا عند 25 كم في الساعة والله تعالى أعلى وأعلى إذن من المتوقع أن يكون أسبوعا حارا مرهقا لكنه غير استثنائي لمثل هذا الوقت من السنة فأرشف نهاية آب غاني بموجات الحر على شكل هذه الموجة وعلى هنا سوق التنبيهات التالية أولا نحذر من أجواء خانقة منتصف الأسبوع وبعد على مناطق ذرعا والقنيطرة والشريط الساحلي وريف حمات الغربي بفعل الرطوبة الجوية المرتفعة ثانيا ننصح بالإكثار من شرب السوائل وخاصة لفئة الأطفال حرصا على سلامتهم من خطر التجفاف ثالثا من المتوقع أن يرتفع مؤشر الأشعة فوق البنسجية هذا الأسبوع إلى قيم مقلقة لذا نعود ونحذر من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة منتصف النهار ووقت الذروة رابعا دعم بساتين الزيتون برية مشبعة عقب انتهاء موجة الحار مباشرة لأن الفترة الحالية فترة حساسة في تطور الثمار رابعا عدم ري محاصيل الخضار الصيفية وقت الذروة مع زيادة حجم المياه المقدمة وتقصير الفواصل بين الريات خامسا تكثيف المراقبة الميدانية للكشف عن الإصابات العناكبية على محاصيل الباذنجانية والتدخل بالرش فور ظهور أي إصابة كون الأجواء الحارة محفزة على هذه الإصابة سادسان سيرتفع مؤشر هاينز باتجاه قيم ترفع من مخاطر نشوب الحرائق لذا يجب أخذ الحيطة والحذر على مناطق المخيمات والأحراش الحراجية سابعا استعداد شركة الكهرباء لأحمال ضخمة أيام الاثنين والثلاثة والأربعة أخيرا تشجع موجات الحر في هذا الوقت من السنة العقاربة والعناكبة السامة على تفعيل النشاط الليلي لذي ننصح إدارة المخيمات بالتعفير بمادتي الكلورو بيرفوس والكرباريل حول الخيام وبجانب أكوام الحجارة والشقوق الأرضية حرصا على السلامة العامة من استوديوهاتنا في إدلب كان معكم في الإعداد والتقديم المهندس أنس الرحمون أتمنى لكم السلامة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة